اهلا بكم الى لقاء خاص يسرنا ان نلتقي معاليد دكتور بسام العموش الوزير وعضو مجلس العيان الاردن الاسبق وسفير الاردن الاسبق لدى ايران مرحبا بك معاليد دكتور معنا الى لقاء خاص عبر قناة الرافدين اهلا بك دكتور دعنا نبدأ من مرجعيتكم السياسية الاسلامية وقرار فصلكم من جماعة الاخوان وحزب جماعة العمل الاسلامي على خلفية انتقادكم في مقال صحفي مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات النيابية عام 1997 كيف تنظرون الى قرار فصلكم بعد 25 سنة بسم الله الرحمن الرحيم يعني انا التحقت بالاخوان لا يسأل هدف سياسي جماعة دينية وبالتالي يعني الهدف ديني نعم وكان هذا في بداية الشباب يعني 16 سنة يعني نعم وقضيت في الجماعة حوالي 27 سنة لما قاطعوا الانتخابات انا اعتردت على هذا وكان في كتابات صحفية من من يؤيد المقاطعة او من يعارضها وانا كان همي ليس ان اعود للبرلمان فقد رجعت الى الجامعة لكن كان خشيت ان تتطور المقاطعة الى صدام مع الدولة وهذا ما لا نريد نحن في الاردن الاردن بطبيعته يعني علاقات سلمية حتى لو كان هناك معارضة لبعض القرارات الحكومية لكن في النهاية لا نستخدم اليد ولا نستخدم القوة لا من الدولة تجاه الناس ولا الناس تجاه الدولة فانا كتبت مقالا فقط فيبدو ان الجماعة كانت في ظرف لا تحتمل فقرروا هذا فهذا شأنهم لا تحتمل الانتقادات يعني اشعروا بان هذا المقال لانه فند بيان المقاطعة بيان المقاطعة يتحدث عن انهم لا يريدون الصوت الواحد لكن خدتم في 93 الصوت الواحد قالوا لا نريد معاهدة السلام طب انتم دخلتم البرلمان ومعاهدة السلام 94 وبقيتم في البرلمان لم تستقيلوا فمعظم النقاط اللي هم ذكروا في بيان المقاطعة ليست منطقية فانا كتبت عارضها فقط للبيان الفكري فكان هذا رأيهم انه تنتهي العلاقة فانا ما عندي مشكلة انا ابقى مسلما وابن بلدي واكتب واخطب احيانا في المساجد فاقول رأيه واحتفظ بعلاقة طيبة مع الاشخاص ايا كانوا نعم ايضا دكتور لديكم خبرة اكاديمية وتدريسية واسعة درستم في العديد من الجامعات لكن هل كان لتخصصكم هذا في مجال المذاهب الاسلامية دور في اختياركم من قبل الدولة الاردنية كسفير للمملكة لدى ايران ام ان هناك اسباب اخرى هو انا فهمت لما طلبت ان اكون سفيرا انهم يريدون شخصية اسلامية نعم وكان المبرر لانه كان قبلي رحمه الله الشيخ نوح القضاء انا في البداية الحقيقة تذرت يعني قلت يعني انا غير مناسب واخشى من تخصصي انه يؤثر على اداء الدبلوماسي وقلت انا درسته في المغرب ودرسته في السعودية فان اردت مونيف كان ممكن ان اذهب الى مكان الذي اعرف فكان هكذا قالوا انه هناك رغبة من جلالة الملك ان تكون انت فقبلت نعم دكتور ادنما قبلتم بالمنصب وغادرتم الى ايران عام 2001 كسفير للمملكة الاردنية لدى ايران هل كنتم متفائلين حينها بنجاح هذه المهمة الدبلوماسية التي القيت على عاتقكم يعني انا لا اخفي انا كنت ذهبت بحذر ولكن انا في ذلك الموقع امثل الدولة نعم وقطعن السفير دوره في بناء العلاقة وتطويرها وليس ارجاعها الى الخلف وهذا ما انا قلته لرئيس خاتمي ولكارروبي رئيس مليس الشورى ولخرازي وزير الخارجية وطلت منهم ان يساعدوني على تحقيق شيء في هذا انا لم اذهب هناك لمحاورة طائفية يعني سني وشيعي لا انا ذهب امثل دولة وبالتالي ابني هذه العلاقة كنت متخوفا ووجدت ان اتخوفي في محله من طرفهم وليس من طرفي انا لم ابحث هذا الموضوع الطائفي اطلاقا هماك وانا ما كنت يعني ما تريده الدولة وما هم يطلبونه واقوم بعمل الدبلوماسي على الوجه المطلوب لكنهم كان يبدو في نفوسهم شيء تجاه يعني الاردن قبل ان اتي انا باعتبار العلاقة القديمة بين الاردن وايران ايام الشاه فلا يزالوا يفكروا بهذا الامر ما عني انا يعني طلب منهم ان يطووا تلك الصفحة وان العلاقة كانت مع قائد لكم بغض النظر عن الان من يقود وهاها نحن نقيم علاقة مع القائد الموجود الدول لا تتدخل مفروض في الشؤون الداخلية للاقطار وانما تريد ان تبني علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وسياحية من جميع النواحي فانا قدمت ما عندي لكن يبدو انهم لم يستطعوا ان يخرجوا من الثوب الذي لبسوه نعم ايضا دكتور بتاريخ الثالث من اذار مارس من عام 2002 واثناء تمتعكم باجازة خاصة في عمان ادليتم بحديث لصحيفة العرب اليوم كانت له اصداء واسعة حينها لكن قبل الدخول في تفاصيل هذا الحوار نوضح لنا الاسباب التي دفعتكم للادلاء بهذه التصريحات الجريئة التي وصفها الجالم الايراني حينها بغير الدبلوماسي الدبلوماسية لا تعني كتم الحقائق الدبلوماسية تعني انتقاء الكلمات وانا ما علقت علي على موضوع ادخال اسلحة من لبنان الى سوريا الى الاردن وبوعي الامن الاردني والقبض عليها وعلى الاشخاص الذين قاموا بذلك انا علقت على هذا قلت هذا لا يخدم العلاقات وقطعا هذا لا يخدم العلاقات وهذه ليست كلمة نابية او كلمة تعلان حرب انا كنت في اجازة كان يمكن ان اسكت اذا اردت لكن انا بطبعي صريح فتكلمت وقلت ان هذا لا يخدم العلاقة وتوسط البعض لدى جلالة الملك وعفى عنهم وكان حسن نصر الله خرج على الاعلام وقال نحن ارسلنا هذا لفلسطين وليس للاردن وطبعا المنطق لا يقبل هذا لانه لو اردت ان ترسل لفلسطين فارسله من لبنان اقرب وخاصة ان الاردن له معاهدة سلام اما في لبنان فليس هناك معاهدة سلام وانت على الحدود فالجيش اللبناني ليس هو المسيطر على الحدود الجنوبية للبنان بل حزب الله فيعني لم يكن الكلام مقبولا فهم قالوا هذه التصريحات غير دبلوماسية يعني يريدون مننا ان نتكلم دبلوماسية بينما هم يتكلمون بلغة السلاح هذا غير منطق اعاقة متعمدة لعملكم الدبلوماسي هكذا وصفتم الصعوبات التي واجهتكم عندما تركتم ستة اشهر حتى قدمتم اوراق اعتمادكم لدى ايران وكذلك فيما يتعلق بصعوبة مقابلتكم حينها المسؤولين الايرانيين هل يمكن القول بان التعييد الاردني للعراق اثناء حربه مع ايران كان ما زال يلقي بظلاله على الالاقات بين الاردن وايران وهو سبب هذا التجاهل الايراني لكم اما ان هناك تعليل اخر يعني هناك اكثر من سبب السبب الاول انهم لم يخرجوا من فوقهم بالفتاح على الاخرين وانما ظلوا يحاكم الاردن باعتبار ان الملك حسين كان على علاقة مع شاه ايران وانا قلت لهم انه تغير الملك وتغير الشاه فلنبدأ صفحة جديدة ولكن تناولكم للملك الحسين هو يؤذي الملك عبدالله الثاني وبالتالي هذا لا يخدم ايضا العلاقة فلنبدأ التاريخ من جديد ولا نبقى نعيش لكن يبدو انه عقلية اذا كان يريد ان نبقى نعيش على واحد وستين هجري في كربلا فما بالك يريد ان ينسى عشرات السنين هذا سبب اول السبب الثاني طبعا هم انا لما ذهبت كان في شيء في الدبلو سيسمونه الاستمزاج يعني الدولة الاردنية قدمت اسمي لهم ما رأيكم نريد ان نرسل فلانا سفيرا فهم بدأوا يبحثوا وسألوا ناس من خريجي ايران اردنيين واثنوا عليه فقبلوا ولكن هم ربما توقعوا ان اكون خاتما في يدهم وانا لا اقبل ان اكون خاتما في يد احد يعني انا احترم الناس ولكن لا اقبل ان يسيطر علي احد وخاصة ان امثل دولة وبالتالي هم ارادوا ان يختبروا صبري فتعمدوا والدليل على هذا ان هناك سفراء جاءوا من بعدي وقدموا اوراق اعتماد وانا كنت انتظر يعني على الويت انجليست على رأيهم وكان هذا مزعج لانك انت كسفير تريد ان تقوم بعملك يجب ان تعتمد فتقدم اوراق الاعتماد فانا شكوت فيها للإعلام في هذا ولي حكومتنا في ذلك الوقت وهم بعد ذلك يعني قدموا طبعا لم يكنوا مرتاحين انني انا اعلق على الاشياء يعني هم يريدوا سفير مجرد ساعي بريد وانا سياسي قبل ان اكون سفيرا وانا نائب اربع سنوات لا استطيع ان ارى شيئا اعتقد يحتاج الى تعليق واسكت ولكن ضمن سياسة الدولة الاردنية فلم اكن اتجاوز يعني فاصبحوا ينظروا انه انا ربما يعني سفير مختلف عن السفراء الاخرين اتكلم وانتقد بلطف طبعا ربما هناك سفراء قبلوا ان يسمعوا شيء يؤذي بلدهم ويسكتوا وانا لست من هؤلاء نعم دكتور ايضا عندما كنتم سفيرا في هذه الفترة كان محمد خاتمي على سدة الرئاسة وهو من جماعة الاصلاحيين كما هو معروف الذين يوصفون بالانفتاح على عكس المحافظين المتشددين الم تلمس هناك اثر ايجابي لوجود خاتمي والاصلاحيين في السلطة انذاك يعني الحقيقة الدكتور محمد خاتمي يعني رجل لطيف ومبتسم وانا لما جلس معه كنت مرتاحا يعني وحتى نحن في نفس التخصص يعني هو في الالهيات بسموها عندهم فحتى قلت له نحن نفس التخصص وانت تنتمي للمدرسة الاصلاحية وانا ايضا اؤمن بالاصلاح فقط ولا اؤمن بالثورات فكان في نوع من القرب يعني بيننا والرجل بروتوكولي يعني لان من يحكم ايران هو المرشد وليس الرئيس والمرشد عنده صلاحية ان يريه اي قرار يريده الرئيس وبالتالي بقية العلاقة طيبة مع هذا الرجل حتى بعد ان خرج ولكن يعني نحن نتكلم عن الدولة الايرانية ربما هم يتبادلوا الادوار احيانا يريدوا علاقات طيبة مع الدولة معينة فيضعوا شخص مبتسم اذا ارادوا علاقة فيها شيء من الشدة يأتوا بواحد مثل احمد نجاد ليصرخ وليعني يهدد يمسح اسرائيل ويحرق اسرائيل ولم يفعل ذلك مجرد استهلاك اعلامي فهم عندهم اشخاص ولكن من يحكم ايران هم المتشددون وليسوا منفتحين ولا يعيشوا في عصرنا هذا ايضا كان تصريحكم بوجود اختراقات امنية ايرانية على الاراضي الاردنية هو ما اثار الجدل واربكة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لكن هل يمكن القول بان ما صرحتم به كان له اثر كبير في لفة الانظار لهذه التدخلات الحقيقة يمكن لا من البعض انا كنت تلك التصريحات كانت شبه اندار مبكر يعني لما واحد يحكي في الالفين واحد انه في اختراقات والان احنا رأيناها بعد اسقاط النظام العراقي وبعد المشكلة السورية والمشكلة اليمنية والمشكلة اللبنانية يعني حزب الله في لبنان لم يكن في الثمانين يذكر كان حزب الكتائب عبر التسلل هذه طريقة ايران يتسللون يكمنون وتأتي ساعة الصفر فيخرجوا واذهم ميليشيات مسلحة الحوثي ليس من الطائفة الاثنى عشرية ومع هذا اخدوه وامتصوه واصبحت السفن الايرانية تغرق اليمن بالسلاح وهاهم الدماء يعني تسيل في صنعاء فمحمد صادق الحسيني قال نحن نحتل اربع عواصم عربية يعني هم يطلبون من ناس دبلوماسية ولكن هم يتكلمون بكل غلظة وبكل يعني امر مكشوف نحتل اربع عواصم عربية يعني اين احترامكم للنظام الاسد اين احترامكم للعراقيين اين احترامكم لليمنيين لللبنانيين لبنانيين جلسوا سنتين لا يستطيعوا انتخاب رئيس يعني هذا دليل لما انا قلت ان ايران تحاول ان تدخل وتجند وكذا ربما البعض قال هذا مبالغة لكن الان لما يروا ما قلته انا قبل عشرين سنة ها هو يتحقق ربما البعض صار يرجع الى هذا الكلام ويقول انت حكيت كلام قبل اواني واحنا في الاردن مخترقين يعني هناك اشخاص كانوا يتكلموا عن التشيع السياسي وعضهم يتكلم عن التشيع المذهبي ويمكن قضية فلسطين والغزل فيها هي التي تجعل البعض يعني يهتف لايران ولكن نحن نعرف ان هذه تجارة بفلسطين كما تعجر غيرهم بفلسطين فالمحاولات الدخول احنا يوميا في اشتباكات على الحدود الشمالية من عناصر ايرانية او مستأجرين لايران لا ادري ما هو هذا الدين الذي يتبنونه الذي يبيح المخدرات زراعتها والتجارة فيها سواء كان في لبنان زراعة رسمية وفي افغانستان زراعة رسمية وهذا الذي يريد ان يدخلوا الى الاردن هم الذي يدخلونه وليس لو كانت عصابات تهريب لمجرد الفائدة المادية لا تم القضاء عليها لا احنا عنا قصف مدفعي عنا احيانا طيران احنا صواريخ هذا لا تملكه عصابات العصابات معروفة عصابات التهريب تملك اسلحة بسيطة خفيفة مسدس رشاش لكن لا تملك قذائف لا تملك مدفعية فنحن في حالة حرب غير معلنة لكن الاردن بطريقته انه لا يحب ان يظهر في الاعلام وان يضخم القضية لكن انا اقول لك انا بصفتي غير مسؤول لو كنت مسؤول ان تحفظت في الكلام بصفتي غير مسؤولة الان ان الاردن في اشتباكات يومية وهم يريدوا لا ادري ما هي مصلحة الاسلام الذي يعني الجمهورية الاسلامية مهما مصلحة الاسلام ان تجعل ابناء العرب في الاردن والعراق وفي سوريا يعني كلهم ضحايا المخارجة فلهذا احنا نقف بالمرصاد ولن نقبل والامن الاردني واعي ولا يمكن ان يدخلوا الاردن بحال من الاحوال نعم قلتم ايضا ان توقيع اتفاق امني بين البلدين الاردن وايران كفير بازالة بعض العقبات امام تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين هل ما زلتم عند هذا الرأي ام ترون ان الاوضاع الان تغيرت وتبدلت لا على العكس دائما الاتصال هو افضل وسيلة لانه اذا عدم اتصال كل واحد يرشق من عنده بما يريد حتى كلما تزداد الازمة نحتاج الى الاتصال وانا اعرف ان الاتصالات لا تنقطع ولم تنقطع حتى يعني قد تنقطع دبلوماسيا ولكن لا تنقطع امنيا لانه في مصلحة متبادلة وانا لما طلبوا بعض النشاطات المشتركة ان يأتوا سياح او حجاج ومن سموهم زوار فقلت اذا وقع اتفاق امني انا لا استراج الامن انا دبلوماسي روحوا اتفقوا مع الامن فاذا الامن قال اتفقنا انا ساعطي التأشيرات يعني وفود رسمية او العاب رياضية او لحالات انسانية علاج او شيء فقط ولم يكن هناك اردنيون يعني في فترة خمسة واربعين اردني فقط في ايران خمسة منهم متزوجون هناك والباقي طلاب يدرسون ويعودون ويعني هذا استكمالا للاختراك حتى الطلبة اللي هناك بحاولوا كانوا انهم يعني جندوهم بطريقة ربما ينجحوا مع بعض ولا ينجحوا مع البعض الآخر فانا لازلت ادعو الى الان يعني حتى ننتهي من المضوع المخدرات لابد اللقاء امني ليست مصلحة ايرانية ولا ينسجم مع الاسلام الذي ترفعونه سواء كان الاسلام السني ولا الشيعي وغير مقبول سياسيا وغير مقبول كعلاقات اخوية وتخشى يعني اذا استمر هذا النهج ان يكون هناك ردود افعال ايضا الدول ربما لها يعني خضط مرحلية فاليوم انا اقاتلك على حدودي لا ادري اذا كان انا في المستقبل قد اضطر الى المعاملة بالمثل مع ان هذا مبدأ دبلوماسي لكن انا لا اتمنى ان تتطور الامور سلبيا فعلى القيادة الايرانية ان تكف عن هذا يعني لانه هذا الحلم بدخول الاردن لن يتحقق في المدة التي قضيتموها في طهران كانت الاستعدادات اهنذاك بغزو العراق على قدم وساق وكانت ايران ليست بعيدة عن هذه التحضيرات خاصة وانها تحتضن الثقل الاكبر من المعارضة العراقية انا ذاك هل لمستم هناك اجواء سياسية ايرانية تعبوية ضد العراق تتماشى مع هذا التدخل الامريكي شوف يعني هنا قد يختلف الناس انا لي وجهة نظر في النظام الايراني ككل يعني انا لا اعتقد ان هذا النظام ايراني نبع من الناس لا انا عندي معنش في السياسة في احيانا شكوك واحيانا بيقولوا من الفطن سوء الظن احيانا سوء الظن من حسن الفطن في العلاقات الشخصية ممكن انا احسن الظن فيك وتحسن الظن فيك بس في السياسة لا في السياسة قبيلي متهم حتى يثبت العكس انا اعتقد ان النظام الايراني لا اصدق عقلا واحنا في جامعة واحنا بشر ربنا قال فلا تعقلون ان يؤتى بشخص شيخ في ضواحي باريس ويقال له خذ ايران بكاملها حكومها يعني هذه ايران التي كانت تقصد الخمينة الخمينة كانت ايران محكومة من الانجليز شاخت بريطانيا فبدأ عمليات الاحلالة الامريكية محل الانجليز هذا حصل في مصر في مصر لما انتهى فاروق يؤتى بضابط باسم ضباط احرار وصناعة امريكية وايضا في ايران شاه ايران عميل انجليزي ايضا يغير يؤتى بشخص يفيد الامريكان حتى لو كان هو لا يدري يفيد الامريكان لانه كان الصراع في الخمسينات قومي وشيوعي بعد ذلك صار في موجة صحوة اسلامية الصحوة الاسلامية كيف تقسمها حلف شمال الاطلسي قال احنا الان تهينا من العدو الاحمر لما انهار التعزويت والان نقاتل العدو الاخضر اللي هو الاسلام فمقاتلة الاسلام تحتاج الى من من ابناء الاسلام يقسم المسلمين وهذا الذي قام به خميني لما جاء وقال تصدير الثورة ما معنى تصدير الثورة يعني انت بدك تشجع العراقيين على الثورة على بلدهم والسوريين واليمنيين والسعوديين لا ليس هذا انت تريد ان تدخل مذهبيا اناس يتبعون لك ثم تأمرهم فيأتمرون يعني حسن نصر الله يعلن يقول انا مرجعيتي ليس رئيس لبنان ولا حكومة لبنان ولا مجلس نواب لبنان انا مرجعيتي خميني لا ادري اية وطنية هاي لما يجي واحد عراقي يجي يقول لي انا مرجعيتي في طهران وليست مرجعيتي بغداد هذا خيانة وبتالي انا بأعتقد ان هذا النظام اقامه الامريكان لقسمة المسلمين الى سنة وشيعة وانتم في العراق تعرفوا اكثر مني ان العراقيين ولم يكن هذا والقيادة بغض النظر عن اراءنا السياسي لنظام العراق السابر كان السني والمسيحي والشيعي كلهم مشتركون في قيادة ذاك البلد يعني فيعني اثارة الطائفية ليس الا نخر في امة الاسلام ولهذا انا وجد نظري ان هذا النظام هو يخدم الغرب سواء علم او لم يعلم ربما انا واحد اتطرف في الظن فاقول هو يعلم وربما اخرون يقول لا هو لا يعلم ولكنه قد يؤدي الغرض ولهذا لما دخلوا هم يقولوا الموت لامريكا لكن هم دخلوا مع امريكا الى العراق وهم يقولوا الموت لامريكا ودخلوا مع الامريكان الى افغانستان ويدخلوا والامريكان يعني يريدوا المصلحة براغماتية يأخذ الهدف سرق البترول العراقي سرق الاثار العراقية وذهب ويبقي الايراني موجودا او ماتباع ايران يديرون الشأن وينهبون يعني انا لن اتدخل ولكن انا ما اسمعه وعرفه من العراقيين مثلا على سبيل المثال كم كم هذه السلطات السياسية رجالها يحملون من الملايين يعني بينما هذا شعب يعني هذا ثروة له فانا اظن ان ايران ما خدمت حتى شعبها فكيف ستخدم الشعب العراقي او الشعب السوري نعم اذا كانت متعاونة ايران مع الاحتلال الامريكي للعراق طبعا طبعا وهل ايران هي التي الامريكان قبضوا على صدام حسين هل الامريكان هم الذين عدموا او لا هم سلموا لهم هم سلموا لهم او لا لو كان وفق النظام الامريكي بياخذوا بيحطوا في قوانتنا او لا بيسجنوا مؤبد اما هذا وان يؤتى به ويوم الاضحى يعني هذه دلالات مذهبية دلالات طائفية للأسف يعني انها وقعت نعم اذا ما الاساريب التي كانت تتبعها ايران للهيمنة على السفراء العالم العربي يعني هي تعتبر ان السفراء هؤلاء اولا عندهم نظرة احتقار للعنصر العربي يعني هم يحتقرون حتى اللغة العربية ويعتبروا ان اللغة الفارسية هي الاساس وهذا مما انا لم اسكت عليه في الخارجية الايرانية كانوا ان دورا في اللغة الفارسية وقالت واحدة تدرسنا قالت اللغة الفارسية احسن لانها 32 حرف اللغة العربية 28 حرف فانا انبريت لها من مجموع الحاضرين كنت انا والسفير السوداني والباقي اجانب فقلت لها لكن انا لو اردت ان اخذ من اللغة الفارسية الكلمات العربية والكلمات الفرنسية والانجليزية وكلمات الاردو وبعد ذلك حدثيني عن اللغة الفارسية ثم انت مسلمة ولا يجوز لمسلم ان يقدم اية لغة على لغة القرآن احنا لو كانت لغة ابي جهل لا تعنينا اللغات تتطور واللغات وسيلة التفاهم مش مع وضع فخر لكن الله قدس هذه اللغة وبالتالي لا يفهم الاسلام حقيقة حتى لو اسلم الا ان يتعلم اللغة العربية فعني ردودي عليهم هو جعلتهم انه هذا لا يسكت هذا لا يقبل طبعا لا اقبل ان اكون معارضا للشتيمة لا انا ولا بلدي وخاصة انما تقولون هو غير منطقي فهم يعتبروا العرب عبارة عن قبائل وهمج وليسوا بشيء رعاة الابل يعني هذا ضرفنا احنا ذنبنا احنا العرب مقسمون واننا نتناحر فمما جعل هؤلاء وإلا اذا بدك ترجع لحضارة فارس فابو جهل كان يعبد حجرا فلما قيل له لما تعبد الحجر قال لا اعبد الحجر ولكن لاني لا ارى الله فبحكي مع الحجر اتخيل الله اما انتم فتعبدون النار كنتم تعبدون النار والاسلام انقذكم فالعرب لهم فضل عليكم ولستم انتم اصحاب فضل على العرب هذه الكلمات مني كانت تزعجهم لانه انا اتكلم بمنطق واتكلم وهذا ربما يعني اللي دفعني يجب ان اغادر لانه اصبح في خطر امني اذا ما زالوا يعني يكرهون العرب يعني شوف احنا لما نقول اصلاحيين ومتشددين خاتمي اصلاحي له نواب في البرلمان واحنا اقيم مؤتمر هناك حوار المفكرين العرب والايرانيين وانا كنت حاضر في ذلك اللقاء فاتفق عميد السلك الدبلوماسي الفلسطيني هو اقدم سفير بصير عميد ان يتكلم باللغة الفارسية واتفق مع واحد فارسي ايراني ان يتكلم بالعرب يقال له حتى نشعر انه احنا نحترم بعض قال انا سأتكلم انا العربي اتكلم بالفارسي وانت الفارسي تتكلم بالعربي وكانت فكرة حلوة وقفت نائب من جماعة خاتمي اصلاحية يعني يعني مفروض مرنة اسمها اسمها كولائي وقفت قالت له انا لا ادري باي عين تحكي مع الايراني لا ادري باي عين انظر لك كيف تتكلم في عقر بلادي فارس باللغة العربية يعني احنا نتكلم بالانجليزي نتكلم بالفرنسي هل هي يعني انا اقدس الانجليز وسيلة للتفاهم هاي مجاملات هاي مجاملات واحنا لسنا ضد اللغة الفارسية ولا ضد لغة الصين واحنا نتعامل مع البشر الان انا لو عندي كل علوم الشريعة وذهبت الى الصين ولا اتكلم صيني لن افيد اهل الصين الله لما ارسل الانبياء ارسل كل نبي بلغة قومه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه عيسى كان ما يحكي عربي كان جاء بالارامية محمد عليه السلام في جزيرة عرب بده يحكي عربي لو كان بيحكي انجليزي ما هي الفائدة وبالتالي هم يعني الحقد اللي في الداخل ثم الوصية وصية خمينة التي لا تزال معمولا بها الى الان وانا هاي الاشياء فتحتها وتحدثتهم يعني يتهكمون على كل العرب وهم يدعون حتى الى اغتيال قادة العرب يعني لما يعلقوا صورة خالد الاسلامبولي على عمارة ارتفاعها خمسين متر او كله الشهيد الملازم خالد الاسلامبولي ولهذا مصر نزلت مستوى التمثيل من سفارة الى قائم بالاعمال قالوا لهم انتم تشجعوا من يقتل الرؤساء تشجعوا على الاغتيالات فما معنى هذا معنى تدخل تدخل المبكر لايران اللي احنا بنشوفه الان وتالي الدول العربية لم تكن مرتاحة كان هناك حركة تشييع في الجزائر حركة تشييع في المغرب كل سفراء ايران في العالم بيشتغلوا مذهبيا وسياسيا ومعهم ارصد بغير حساب هذا الخمس الذي يسرق من كل شيعي ايراني يؤخذ منه خمس ايرانه ويستخدم في حرب لبنان ويستخدم في حرب اليمن ما مصلحة الايراني هذا الشعب الايراني اللي يزيد عن سبعين مليون لا يزال بعضهم يعيش في بيوت الطين هذا من حقه ان يتمتع بامواله دولة فيها النفط وفيها الحجارة الكريمة سجادة ايرانية مترين بمترين ثمانية خمسة مليون ايران لا تعاني من الثروة ولكن تعاني من العدالة والمفروض انه اذا كان هؤلاء اسلاميون وشيخ وخميني وخامني ان ينصفوا الناس اذا لم ينصفوا شعبهم احنا لا نستغرب ان يعتدوا على العراق او يعتدوا على البلاد الاخرى قدمتم استقالتكم كسفيل الاردن لدى ايران وذلك لعدم قدرتكم على الاسهام في تطوير العلاقات مع ايران ورفضكم لموقفها الرامي الى الهيمنة على السفراء العرب حسب تصريحكم هل يمكن تفصيل هذه النقطة بالذات الهيمنة على السفراء العرب انا ذات يعني لم يكن هناك من السفراء من يعني يجيب الايرانيين اذا تناولوا بلدهم بطريقة سلبية سوى السفير الجزائري والسفير الاردني طبعا في السفير السوري لانه في تحالف استراتيجي عسكري وامني واقتصادي فهذا لا يعاني اصلا باقي السفراء كان يشكون لي يعني حتى في اللقاءات السفراء السفير البغربي السفير المصري السفير الفلسطيني السفير السفراء الخليج كلهم يشكون ولكنهم كانوا عندهم استعداد ان يمتصوا او يسكتوا او ينقلوا لحكوماتهم فقط الموقف انا والسفير الجزائري كنا نجيبهم يعني السفير الجزائري كان يقول لهم لا ان كنتم امبراطورية فارس فانا بلد المليون شهيد وانا كنت استدعيت للخارجية الايرانية واستدمت مع الشخص المسؤول اسمه محمد ايراني وكان يرفع اصبع وهكذا ويشير فقلت له تنزل اصبعك عيب تعملي بهذا الشكل لانه هيتوعد يعني فعليك ان تتكلم بدبلوماسية خاصة انهم يقولون انهم يعني يتعاملون بدبلوماسية يعني هذا جعل انه العمل هناك لا هم على استعداد ان يسهلوا ولا انا سابقى هكذا خاصة ان السفير الذي قبل الشيخ نوح اول سفير بعد الثورة تم تعرض له بالضرب في الشارع وكاد الرجل ان يموت يعني فبدأت انا اشعر ان الوجودي سلبي هناك لانه قد تزيد العلاقة سوءا يعني هم يقولوا لماذا كانت لكم علاقة مع الشاه وقلنا هذا كان ملكا لكم او امبراطورا قالوا لماذا انتم وقفتم مع العراق قلت لان العراق وقف معنا في التمانية واربعين وفي السبعة وستين لكن نحن لم نبعث جيشا الى العراق ليقاتل ايران لكن هذا الدول تتبادل المشاعر يعني وبالتالي هم يعاتبوننا على اشياء ويتكلمون بلغة غير صحيحة وصرت انا كسفير لما اخرج الى الشارع بسيارتي اتابع بسيارات الهاتف لا استطيع تكلم مع عائلتي حتى كنت اتندر مضايقات مضايقات يعني اقول لهم هناك اجهزة تنصت ناعمة حتى اعرف افهم ماذا تقول عائلتي يعني فجيبوا اجهزة تنصت لان معنا نتكلم مع العائلة ما اخبار ابني ما اخبار ابنتي هذا لا يحتاج الى تنصت فوجدت ان الباب مغلق وادب الاسلام اذا وجدت الباب مغلق ان تعود وانقيل لكم ورجعوا فارجعوا فانا رجعت الى بلدي وقلت لهم ابحثوا عن شخص اخر في مقابلة مع صحيفة رأي بتاريخ الرابع من تموز يوليو الماضي قال جلالة الملك عبدالله الثاني ما نصه نحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بايران لذا نأمل ان نرى تغيرا في سلوك ايران ولا بد ان يتحقق ذلك على ارض الواقع لان في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة انتهى الاقتباس باعتقادك دكتور هل لدى ايران نية حقيقية لتغيير سلوكها تجاه دول المنطقة ومنها الاردن خاصة وان هجمات المرتبطين بايران على حدود المملكة مستمرة حتى يومنا هذا يعني اذا كانت ايران تلتقط الكلام الراقي اللي قاله جلالة الملك كلام في غاية الدبلوماسية والرغبة الاردن يرغب بعلاقة جيدة ولم ينزل مستوى التنفيذ بقي سفيرا رغم هاي الاعتداءات سفير ما نزل الى قائم بالاعمال صار زلزال في ايران ارسلت مساعدات ورغم ان الاردن ليس هذا البلد الغني لكن مجاملة ارسل مساعدات للشعب الايراني فالاردن دائما يبعث بالرسائل وهاي من الرسائل ان الملك نفسه يتحدث انا كنت في جلسة مع جلالة الملك قبل عدة سنوات وقال بالامس كان في قصف مدفعي يتكلم عن ايران يعني هل قاسم سليماني لما كان يجوب الحدود الاردنية من جهة سوريا ومن جهة العراق هو كان يعمل سياحة هو جاي على البترة ولا جاي على مهرجان جرش ولا عليش جاي هو يضع خطوط الدخول يرتب من اين يدخل ومن اين كذا ويوزعه يعني ان تصل الى تجعل مجموعة من اقصى الشرق الاردني الشمالي الشمالي الشرقي مجموعة تدخل من هناك مجموعة من منتصف المسافة ومجموعة من اقرب مكان الى منطقة الرمثة واربد لاشغال الامن الاردني والجيش الاردني وحرس الحدود انه في عدة مناطق وناس مسلحين بكل معنى الكلمة هذا لا يخدم يعني احنا ننصح الايرانيين نقول لهم رحلتكم خاسرة لا يمكن ان تدخلوا الاردن والاردن عنده استعداد وله رصيد شعبي لو غدا اعلن عن جيش شعبي سيكون كل الاردنيون انا واحد منهم سنكون بالمرصاد القرار النهائي من الملك ومن اجهزة الامن ومن الجيش لن نسمح لان احنا امامنا درس سورية ودرس العراق ودرس اليمن ودرس لبنان لا نسمح نحن في بلد فيه حرية المسيحي والمسلم وفيه الدرزي وفيه احنا تعددية ولكن الدولة لها هوية سياسية لا يمكن ان ندخل ما يمكن يؤذي بلدنا فانا اعتقد ان هاي الرسالة الراقية اللي بعثها جلالة الملك هل يتغير انا عندي قناع انهم لن يغيروا لانهم هؤلاء يعني مصرون على العبث بمنطقتنا ولهذا يمكن لا يمكن الا ان اذا صار تغير في النظام الايراني فهذا ممكن ان نعود الى علاقة طيبة يعني هل تعتقد دكتورة ان الاردن سيكون الدولة الخامسة بالتدخلات بعد العراق وسوريا هذا في مخططهم وليمن ولبنان هذا في مخططهم لانه من بقي في المنطقة نعم دكتور في اواخر شهر اب الماضي اعادت دولة الامارات سفيرها الى طهران بعد ست سنوات من سحبه وكذلك هناك حديث عن ان الحوار بين ايران والسعودية قد وصل الى مرحلة اعادة الالاقات الدبلوماسية كيف تفسرون هذا التقارب مع ايران على الرغم من وجود خلافات عميقة في ملفات كاليمن ولبنان بينهما يعني انا اظن ان دول الخليج بدأت تدرك انها لا تستطيع ان تبقى تحت حماية الغرب تستنجد بالغرب والغرب يهددهم بايران وكان ترامب بتعرف ماذا قال قال يعني انتم لا تحتملون اسبوعين امام ايران فعليكم ان تدفعوا وقال they should pay وتم الدفع فلا يجوز ان نبقى بقرة حلوب باسم تهديد لايران لا لهذا هما قطعا لن يحاربوا لكن السعودية تحديدا يعني كاكبر دولة خليجية تبني قوة العسكرية واحسنت في موضوع تمديد الهدنة في اليمن لعلنا نجد حل سياسي كل المشاكل اللي حولنا لا حل لها الا حل سياسي الحل العسكري لا يمكن ان يحل لبنان ولا العراق ولا سوريا ولا اليمن ما في حل سنبقى في حالة استنزاف وهذا ما تريده المصانع الغربية للسلاح وهذا ما تريده القوى الاستعمارية امريكا وبريطانيا فلنقطع عليهم الطريق فمباشرة نتحاور مع ايران ماذا تريد ايران ماذا تريد ايران من السعودية تحدد طلباتها السعودية لم تعتدي على ملحقيات الدبلوماسية لايران لكن ايران هي وتحت عنوان انه ناس عاديين وهذا كلام غير مقبول لانه اصلا حماية المؤسسات الدبلوماسية هي وظيفة الدولة المستضيفة يعني لو اصيب اي ملحقية او سفارة هي مسؤولية الدولة التي فيها تلك السفارة ما طلب منها انه انا في يوم الايام سحبوا عن السفارة الحماية الامنية فانا مباشرة اتصلت على الاردن وقلت لهم هكذا فعلوا فمباشرة الاردن رفع الحماية عن السفارة الايرانية في عمان وعملوا بالمثل فثاني يوم اعيد الامن هنا اعيد الامن اما انه انت تأكل كل الكعكة وتترك الناس يعني على الفتات هذا غير صحيح انا اعيد الحوار مع ايران ولكن انا يعني ربما عندي نظرة شيء من التشاؤم في هذا هذا النظام يستقوي على الامة العربية وانا له ان يقف عند حده ولا حل في ذلك الا بدعم الشعب الايراني نعم معالي الدكتور فيما يخص القضية الفلسطينية صرحتم بانني لو كنت مسؤولا لن افتح مكاتب لحماس في الاردن لدي سؤالين فيما يخص هذا التصريح الاول هل كنتم ترون ان بعض الفصائل الفلسطينية وصلت الى مرحلة اصبحت فيها ذراعا لايران تستخدمها للتغلغل في الاردن يعني شوف اولا الحمد لله انا مش مسؤول لكن هذا هو الذي يجري حماس ماذا تريد من هذه المكاتب هل تريد تجنيد ناس اذا كان هذا التجنيد هذا مخالف للقانون واذا كانت تريد ان تصرح عن عمليات عسكرية مخالف للقانون وهذا كان يؤذينا كان الناطق باسم حماس يعلن من عمان ان هناك تفجيرا وقع في تل ابيب او توقع في القدس والدول لها مصالح يعني الاردن معروف انه يتلقى مساعدة سنوية مليار ونصف من الولايات المتحدة فاذا الاردن بد يكون منطلق لحماس عند اذا مشكلة حماس تعلن وهذا وضوح وانا بعيدها في ان حماس ليس لها تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية اذا ما اتدعي للمكاتب وبالتالي هذه المكاتب كانت فيها نوع من الاذى لهم ولنا فلتكن العلاقة على حركة مناضلة مجاهدة تقاوم الاحتلال هذا مؤيدة قطعا هذا يعني لا يعني ان الاردن يظن انه الدول الاخرى يعني اغمضت عيونها الدول الاخرى تراقب لها سفراء يراقبون من الذي يجري لكن العلاقة الانسانية علاقة محترمة وعلاقة حماس مع الاردن واضحة في انقاذ خالد مشعل موسى ابن مرزوق في انقاذ الشيخ احمد ياسين جاء به والجلالة الملك طلع له للطائرة واستقبلوا واستقبلوا في الغرفة وعالجوا وموسى ابن مرزوق من اخرجه من الولايات المتحدة الملك حسين من قال انه انا سالغي معاهد السلام اذا خالد مشعل صار له شيء ولهذا قال هذا ابني هذه التصريحات قوية جدا وحماس يعني لا تنكرها فتبقى العلاقة بهذا الشكل لانه الظرف بهذا الشكل طبعا هل يعني هذا ان تذهب حماس الى ايران نحن لا نستطيع ان نمنع حماس حماس تقدر ظروفها لكن انا ضد التبرعات التصريحات ان نقول الشهيد قاسم سليماني وهو يذبح السوريين لان انا ايضا الي علاقة مع الشعوب العربية اكتري يجب ان احترم دمها واحترم ابنائها واحترم ايتامها وعراملها فالان هم يريدوا ان يعيدوا العلاقة هذا شأنهم احنا لا نتدخل فيه نعم التسال الثاني هنا تصريحكم هذا الا يدفع بالفصائل الفلسطينية لان ترتمي في احضان ايران اكثر فاكثر لانها تقدم لها كل اشكال الدعم والتأييد يعني شوف ايران احمد النجاد لما صرح وقال احنا نمسح اسرائيل انا يومها كتبت مقال قلت له ارجوك امسح اسرائيل ومسحنا احنا معا لان احنا عاننا الشعب العربي 300 مليون فخلينا نروح 5 مليون مع 5 مليون يهودي ونخلص لكن كذب هذا هذا كذب صراح من من جلب اليهود الى فلسطين قرش الفارسي اذا كنتم تتحدثون عن فارس اذا كنت تتحدثوا عن الاسلام فلما كانت غزة تحت القصف الفسفوري كان حزب الله صامت اخرس لا يتكلم بشيء ولو كنتم يعني مجدين لفتحتم جبهة اخرى للتخفيف على غزة ولهذا هم يتاجروا بالقضية الفلسطينية انا ما بقول ما بيعطوا دعم بيعطوا دعم من باب الاردن يعطي دعم الخليج يعطي دعم قطر لها دعم في غزة السعودية دعمت كثيرا لكن ليس لهم اهداف من وراء هذا اما ايران فهي عبارة عن تجارة تجارة حقيقية ولهذا انا لا ادعو الفصائل الفلسطينية ان تأخذ مساعدات مشروطة يعني المساعدات المشروطة دائما تركعك وانت هارب من الركوع لا تخضع لأي جهة تعطيني مساعدة هناك دول اخرى نبحث عنها وطبعا انا ادعو الدول العربية الى مساندة الشعب الفلسطيني كل بقدر ما يستطيع نعم دكتور التسويغ الشاء لدى الافراد والجماعات وحتى الدول التي تتحالف مع ايران هو الوقوف بوجه المشروع الامريكي السهيوني في المنطقة كيف تنظرون الى هذه الحجة هل هي مقنعة برأيكم يعني انا لا ادري من وقف ضد امريكا عندما جئها للعراق هل وقفت ايران ما كان موقف ايران لما جاء بوش الى العراق كيف تعاملوا كفصائل عراقية او مستأجرة لايران كيف تعاملوا مع بريمر الم يدخلوا معه الم يقبلوا بالنظام الطائفي الذي فصله للعراق بان رئيس الجمهورية كردي وان رئيس الوزراء شيعي وان رئيس برلمان سني من قبل بهذا هم الذين قبلوا هم الذين تعاونوا هم الذين الان يتصارعوا فيما بينهم اذا في صراع على السلطة في صراع على الملايين العراقية في صراع على النفط العراقي ان يصبح النفط العراقي لمن يركع أشخاص نعرفهم أنا لن أتدخل في الدول لكن نعرف أشخاص لم يكنوا من ذوي الأموال والآن صاروا من أصحاب المليارات هذا ما للشعب العراقي ما هي مصلحة إيران والشعب الإيراني أنا أقول والفقير الإيراني ما مصلحته في أن يكون الحوثي في صنعاء ما مصلحة أن تذهب الأموال إلى لبنان ما مصلحة الإيراني نفسه إذا إيران تريد إذن هي دولة متمددة نحن نريد إيران دولة قوية داخل حدودها إيران القوية المحترمة داخل حدودها هذه دولة يجب احترامها لكن إيران التمدد لا فرقنا عندي بين استعمار إنجليزي واستعمار إيراني واستعمار هندي واستعمار روسي كل يد أجنبية أو قدم أجنبية دخلت بلادنا يجب أن تقطع ويجب أن تخرج وبالتالي ترجع إيران إلى بلدها وتبني بلدها لا يزال كم نسبة الأمية نحن في الأردن أن نسبة الأمية تكاد تتلاشى لو ذهبنا إلى الجمهورية الإسلامية بين قوسين يعني كم نسبة الأمية كم نسبة الفقر كم بيوت الطين كم الحرية فإيران الحالية إيران النظام وليس إيران الشعب ولا إيران التاريخ إيران الحالية تفسد في المنطقة ولا بد من إرجاعها إلى الوضع الطبيعي نعم دكتور جميعنا نتفق على أطباع إيران توسعية وسعيها الحثيث للتوغل داخل البلاد العربية تنفق على ذلك سنويا المليارات على ميليشيات وفضائيات وتسريح ومعسكرات تدريب إلى آخره في مشروع يسعى لابتلاع المنطقة التساول المشروع هنا أين المشاريع العربية المضادة؟ لماذا هي غائبة؟ للأسف لا يوجد مشروع عربي لا يوجد مشروع عربي بل أنا أزعم أنه حتى المشاريع القطرية يعني مهلهلة يعني كل دولة الآن عندنا مثل في الأردن كل واحد يقلع شوكه بإيديه يعني حل مشكلتك أنا في الأردن عندي مشكلة اقتصادية بحاول أحلها لا أستطيع أن أفكر للبنان إلا إذا بدي أنا أعمل مساعدة مجاملة إذا اليمن قد أدعو سياسيا وعلاميا أدعو إلى الهدوء وإلى الحوار لكن لا أملك اليمن وهذه ما تسمى بجامعة الدول العربية لم تطرح مشروعا وحدويا أصلا وجودها كان لتثبيت حدود سايكس بيكو لم يعد العربي بالقوانين يملك أن يفكر بدولة أخرى بعض الدول إذا أنت تحدث عن العراق يقولوا أن تدخل في دولة أخرى ولهذا أنت تراني أتحفظ أحيانا أنا لو أتكلم الآن عن تونس يقول أن تسيء العلاقة بين دولة ودولة ما عاد ممنوع حتى المفكر السياسي والمفكر الفكري يريد أن يتكلم أصبح علي قيود أنه هذا يسير العلاقات أنا يوم من الأيام كنت أتكلم عن ليبيا فاتصل علي صاحب الصحيفة وقال لي والله يا أخي يعني حفتر ومن معه هنا في عمان يعني نخشى عليك في إرهاب في إرهاب يمارس يعني فتريد مشروع لا يوجد مشروع لا على مستوى جامعة الدول العربية حتى المشاريع القطرية يعني يخذ مثلا مشروع التعاون المغربي مجلس تعاون الخليجي كان مجلس تعاون العربي اللي هو الأردن والعراق واليمن ومصر هذا كان أكبر مشروع لأنه كتلة سكانية وقوة عسكرية العراق والأردن ومصر واليمن وشعب غير مدلل يعني عايش على شظف العيش وهذه قوة بانتهاء العراق والتحاق حسن مبارك بالحلف الثلاثيني في حفر الباطن انتهى هذا التعاون الخليجي ما احنا وصلنا إلى مرحلة أن تحاصر قطر يعني أين التعاون الخليجي تعاون المغربي القذافي كان هو شوكة في حلق هذا التعاون لم يحصل حصلوا مرة اجتماع ليقولوا في مجلس تعاون مغاربي وبعدها لم يجتمعوا العلاقة بين الجزائر والمغرب الحدود مغلقة فكيف تريد أن يكون هناك مشروع عربي أنا بكل صراحة أكون للأسف لا يوجد مشروع عربي نعم دكتور تدور الآن في إيران احتجاجات والطرابات في جميع محافظاتها وقد تكررت أكثر بالمرة المتظاهرون يهتفون بالموت للدكتاتور في إشارة إلى خابنعي باعتقادكم هل باتت نهاية نظام الملالي في إيران قريبة قد لا نستطيع أن نستعجل لكن المعارضة الإيرانية منتشرة يعني أنا رأيت في حوالي ثلاثة مليون في لوس أنجلوس في أمريكا في أوروبا مليئين أنا اجتمعت معهم يعني وجدت أن نساء على العكازة هربت من إيران من عام تسعة وسبعين إحنا كنا في السفارة الأردنية مستأجرين من ستة إيرانية البيت لها وتعيش في لوس أنجلوس وجاءت لنوقع العقد فتلبس اللباس هذا المفروض عليهم ولما دخلت السفارة قالت الآن أنا بدي أخلعه أنت حرة هذا شأنك فتقول لا نشعر بالحرية إحنا إلا في بيوتنا وفي السفارات إذا دخلنا سفارة ما في الشارع يلزمني أنا إذا كنت اقتنعت سأل بس طبعا نحن من دعاة الحجاب الإسلامي لكن أنا أتكلم ليس إلزاما وإنما إقناعا ربنا قال أفلا تعقلون ليتتولد القناعة لا إكرهها في الدين أن تجبر الناس بالعصى وهم كارهون لك ولهذا أنا أعتقد أن كرة الثلج تنمو في إيران لم يقف عند طائفة الأكراد ضد هذا النظام الأحوازيون ضد هذا النظام الشيعة المتضررون مجاهدوا خلق ضد إيران فلا يمكن بهذا الظلم هذا أن يستمر الظالم مهما كان وبالتالي إحنا يجب أن نكون مع الناس المظلومين أيا كان نعم دكتور قلتم في محاضرة بأن النظام الإيراني هو صنيعة الغرب لكن النظام الإيراني اليوم يتهم أطرافا غربية بزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن وإشعال الاضطرابات والاحتجاجات الجارية اليوم فكيف يسعى الغرب لإزالة نظام نصبه بنفسه أو صنعه بنفسه شوف بدنا نحكي شوي في العمق السياسي الآن يعني من قال أن التعامل السياسي يعني زواج كاثوليكي زواج كاثوليكي ممنوع الطلاق طلاق نعم في العلاقة السياسية أنا ألتقي معك لكن قد نصل إلى مرحلة نختلف فنفترق السياسة فيها التقاء وافتراك أنا ألتقيت مع خميني كأمريكا ألتقيت مع خميني أن يضرب سفين في الأمة الإسلامية سنة وشيعين لكن بدأ هو ينمو أكثر من اللزوم أنا عندي استراتيجية أخرى أن إسرائيل يجب أن تكون هي القوية في المنطقة ولا شيء غيرها إذا كان الملك حسين رحمه الله لما أقام اتحاد هاشمي مع العراق أقاموا انقلابا دمويا عبد الكريم قاسم وطلب منه جئ بشيوعي وليس لأن الغرب يريد الشيوعية جئ بشيوعي لأنه ما عنده احترام للأرواح فذبح في قصر الرحاب ذبح الهاشميين حتى الأطفال لم يبق منهم وكان الملك فيصل يقول يعني أنا إذا أردتم مثل فاروت أنا أخرج أخرج فلا قال لا ممنوع تخرج فالذبح يعني في السياسة نلتقي ثم نفترق وهذا الذي حصل الغرب الآن هو أنا في رأيي هذا رأيي خاص فيي أنا يعني من يتفق معي أو يختلف أن النظام الإيراني الحالي أقامته أمريكا لفوائد هم بيحصلوا عليها بعد أن تنتهي الفوائد وحصلت تدمير الأمة وشق زلزالي في أندونيسيا بل حتى في الصين المسلمون تجد هناك سني وشيعي وفي كل مكان في البلاد الغرب في أمريكا بريطانيا في أوروبا صارت سني وشيعي في أستراليا في أستراليا مفتي للسنة مفتي للشيعة وجد هذا الشرخ الهائل عمودي شرخ عمودي تحقق الغرض الآن في عندي غرض آخر والتالي هما لما وجدوا أن الملك حسين عمل اتحاد هاشم إذن في دولة كبيرة بجانب إسرائيل ما بجوز فعادوا والملك كان في مرونة عالية قال للملك فيصل أنت الملك وأنا نائبك في سبيل الوحدة لأنه عندئذ في جيش واحد جيش عراقي معروف بقوته وجيش الأردن في ثروة عراقية في بعد عمق استراتيجي في الأرض لا يريدوا هذا حول إسرائيل ولهذا هم يريدوا دول فسيفسائية حول إسرائيل إيران قد تهدد في لحظة من اللحظات يعني أنت كنت في البداية تقول نعم وأنا إيران وأنا تخلص من الشاه طيب الشاه مثل بطاقة الشحن هو عميل للغرب ولكن استنفذ فتلقى أنا باستخدمك وبعد شوي بدور على غيرك ولهذا حتى أمريكا لما الشاه كان يبحث عن مكان يدفن فيه أمريكا ما قالت تعالى ولا بريطانيا ولا الغرب أخذ إلى مصر بحكم المصاهرة الموجودة فدفن في مصر وعيرت مصر بهذا من قبل الإيرانيين فالسياسة التقت على نقطة الآن ستفترق على نقطة أننا لا نريد دولة قوية ولهذا تحارب إيران بطريقة أو بأخرى إيران تريد أن تثبت نفسها أنها أقوى مما تخيلتم وتعيد مجد فارس إمبراطورية فارسية ولكن لا أظن أن الغرب يسمح لها بذلك ولهذا قد يختلف فليس استمرار بالعلاقة لا هو استخدام ومن يقبل أن يستخدم هذا بين قوسين عميلي نعم طيب دكتور في حال حدوث تغيير شامل في إيران والسقوط النظام الحالي كيف تتصورون تأثيرات وعواقب هذا التغيير خاصة في ظل التشعب الإيراني في كثير من القضايا العربية والدولية أنا أعتقد أنه إذا صار تغيير في إيران سيكون النتائج إيجابية لأن كل الذين يرضعون من إيران سيتوقف عنهم الضخ وسيعود حسن مصر الله أنه لبناني وسيعود الحوثي أنه يمني وسيعود من في العراق أنه عراقي وبالتالي خلص بصير وطني بغض النظر عن ما ذهبيته كن عراقيا وشيعيا ما عندي مشكلة بس نفكر في العراق نفكر في ديجلة والفرات نفكر في سامراء وفي البناء في السياحة في الحرية في التعليم هذا تعددية ربنا جعل الكون كله تعددية النجوم والكواكب والتربة ألوان والبشر ألوان واللغات هذا نظام كوني من يخالفه لابد أن يصطدم كل الدول القمعية لأنها لا تريد التعددية إحنا مع التعددية فعندئذن لو كان الكردي يشعر بحريته في إيران ليش بدو ينقسم ليش بدو ينقسم في سوريا ليش بدو ينقسم في أي مكان خلص أنا في بلدي طائفيتي إلي طائفي اختيار شخصي الدين شيء شخصي وبالتالي أنا أعتقد إذا صار تغيير في إيران سننتهي من كل المشاكل وليس فقط من مشاكل داخل إيران نعم أخيرا مع لي الدكتور سؤال افتراضي لو كلفتم مرة أخرى بمنصب سفير الأردن لدى طهران ما أهم الملفات لديكم التي ستكون لها الأولوية لطرحها ومناقشتها مع الجانب الإيران أنا لن أكون في إيران إلا إذا تغير النظام الإيران نعم وبالتالي ما عندي ملفات نعم لو كلفت بهذا أنا سأعتذر لأنه أصلا بحكم السن الآن لا أكلف لأنه أننا في سن تقاعد لكن جدلا أنا أفترض جدلا أنا لا أقبل لأنه صعوبة التعامل يعني صعوبة التعامل ونحن في الشباب فهو بالك الآن نعم إذن في ختام اللقاء الخاص أشكرك مع علي الدكتور بسامل عموش سفير الأردن السابق في إيران الشكر جزيل على هذا اللقاء أشكرك على هذا اللقاء مركة الله شكرا مشاهدين حتى نلتقيكم في لقاء خاص جديد لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا